دعوة عراقية لنجوم نادي الزمالك للمشاركة في مباراة خيرية لمرضى السرطان عماد محمد نجم منتخب العراق واللي كان لعب فترة مش كبيرة فيه نادي الزمالك وجه دعوة طبعا نجم مصر ونادي الزمالك الكبير كابتن حزم إمام والكابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني الوادي دجلة والمحمد إبراهيم لعب نادي الزمالك الحالي ومحمود عبد الرازق الشكبالة طبعا نجم مصر والرقض الصعودي وكابتان ماد متعب نجم مصر نادي الأهلي وجه لهم دعوة لزيارة العراق وإقامة مباراة ولقاء ودي في العراق يخصص دخل هذا اللقاء لمرضى السرطان